الركود العقاري يتصاعد وقطر تلجأ إلى تمليك الأجانب قانون جديد أقره النظام بأمال جذب الاستثمارات الهاربة من واحة إرهاب تميم عبر عرض 26 منطقة جديدة للبيع أمام الأجانب لانتشال القطاع من الخسائر الفادحة التي يكاد يتكبدها بصورة شبه يومية البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط كشفت تراجع رخص البناء الجديدة إلى 46.6% خلال يناير بإجمالي 182 رخصة نزولا من 341 رخصة بناء جديدة في الفترة المماثلة من عام 2018 أما مؤشر القطاع العقاري فلا يزال يتصدر التداولات الحمراء في البرصة بـ 2.03% أنين الدوحة في تصاعد وعجلة اقتصادها تندفع نحو الهاوية ترجمة نانسي قنقر